اذا كم شباب معكم علامة قناة انتك ميرو تسين على اليوتيوب ويندوستين هو اكتر انزمة ماكروسوفت اللي مليان مميزات واضافات واختصارات بتسهل علينا بشكل كبير جدا عملنا على النظام والاختصارات الموجودة بتخليها نوفر علينا وقت ومجهود في اننا ننجز الشغل بتاعنا باقل وقت واقل جهد والنهاردة هنتكلم عن اختصارات ويندوستين لازم تستخدمها عشان هتوفر عليك وقت ومجهود كبير اول اختصارات دي هي لقطة الشاشة او كلنا بنحتاج ان نعمل لقطة الشاشة بناخد جزء معين au ناخد ويندوز كله شاشة اللابتوب كلها وشاشة كومبيوتر كلها كشاشة او نحدد قسم معين من الصورة بناخده كاسكرينشاوت عشان تاخد لقطة من الشاشة من الويندوز الخاص بي ليها اكتر من طريقة الطريقة الاولى في الاختصارات اللي فالكيبورد بالنك بتضغط على شعار الويندوز مع زرار البلنت سكريم، بتلاقيه جنب الاف حداشر واف اتناشر زرعة البرينت سكرين. وبمجرد ما تغطي على شعار ويندوز مع زرعة البرينت سكرين. هتلاقي الشاشة عاملة عندك وميد. ولما هتروح على البكيتشا. بعد كده هتروح لسكرين شوت. هتنزل تحت خالص. هتلاقي ان الاسكرين شوت اتخذت بالشكل ده. بشكل كامل. اما لو حابب تاخد جزء معين من الصورة كسكرين شوت فدي فيه اداة بتوفرها لك اسمها الاسكرين سنب. هي هتقدر تخليك تحدد المكان اللي انت عايزه. وتاخده صورة وتقدر تحفظه بالشكل ده هيجي لك اشعار بالشكل ده. تقدر تدخل عليه وتدعدل على الصور او تعمل اي حاجة في الصورة وبمجرد ما انك تضغط هنا على ايكون الحفز. تبدأ تختار مكان اللي انت هتحفظه فيه وبتعمل سيف والصور بتنحفظ معك او اللقطة اللي انت خدتها بتنحفظ معك على سكرين شوت. لكن الفكرة ازاي توصل للموضوع ده اسرع بكتير. كل انت هتعمل انك هتضغط على شعار الويندوز لعي الكيبورد مع الشفت مع الاس. هتلاقيه فتح لك على طول السكرين السنيب اللي انت شايفه ده. تقدر تعمل كل حاجة تقدر تاخد صورة كاملة للشاشة. تقدر تحدد جزء محدد كده. وتشتغل عليه بدون ما تخش ان انت تحاول تضغط على الاداة. لا بمجرد ما تضغط ويندوز والشفت والحرف الاس هيبدأ يجيب لك السكرين سنيب دي. تقدر تاخد اي لقطة من الشاشة. تاني ميزة وهي ميزة تعدد الشاشات. انك بتحط بتقسم الشاشة الخاصة بيك لعدة شاشات او عدة برامج تحطهم بشكل منتظم في اماكن الشاشة. الخيار ده سهل وبسيط ان انت تحدده انك بتاخد اي سكرين انت فتحها او اي نافذة انت فتحها. هتجيبها الاخر لغاية ما نتقل لك الشكل الوميد اللي في الاخر. وتسيب وفي النهاية هيجي لك ايه على يمين الاشكال اللي انت عايزها ان انت تختارها. سواء كانت اي تطبيقات اخرى بالشكل ده خلتها على يمين. وتدع تتحكم في الاتنين. في طريقة اصعى من ديب كتير بالاختصارات وهي انك بتفتح اي اي اب من انت فتحه ده. وبمجرد ما هتضغط على الويندوز شعار الويندوز مع يمين او شمال من الزراير. كل انت هتعمل انك تضغط على شعار الويندوز وبالكيبورد الاسهم يمين او شمال. هيجي لك بالشكل ده يمين او شمال. ولو عايزه فوق بالشكل ده او عايزه تحت بالشكل ده. وبمجرد ما هتسيب الشعار هيزهر لك على طول الاخر التاني هتخطره كده. وتقدر تتحكم فيه. كذلك تقدر تخليه يمين تخليه شمال. باختصار هتفيدك جدا في عمليات التاسك او المارت تاسكينج اللي انت شغال عليها. تالت اختصار وهو اعادة التسميع. لما بنحب نروح لاي تسميع من دول او اي ملف حبيه نعمل عادة التسميع اما بنعملك لكي مين ونعمل لي نيم او بنروح عند الملف عند الاسم اللي عند الملف ضغطة وبعد كده ضغطة تانية عشان يقدر يعمل لنا تحرير ان انا اغير الاسم الملف. ساعة بتعلق ساعة انك بتضغطها بسرعة فبتفتح الصورة او بتفتح الملف. لأ فيه طريقة اسهل ميكابي كتير انك هتروح على اي حاجة انت عايز تغير لها سواء فولدر او صورة او ملف. وهتيجي على اف اتنين. بمجرد ما تغط على اف اتنين هتبدأ هتكتب اي حاجة بها. خلاص انت تقدر تعدل وتتحكم في الصورة وتضاف عندك. في بعض الاجهزة لو ضغطوا على اف اتنين ممكن يعليلهم الصوت او يوسطلهم الصوت. لانها بتضبع اختصارات دي فولدر الكيبورد. وعشان تحل المشكلة دي هتضغط في الاول اف ان اللي هو الضغط الف ان مع اف اتنين هيسمح لك عطول ان انت تشتغل وتحرر الكلام او تحرر النص. اختصار اللي بعد كده وهو اختصار لميزة سطح المكتب الافتراضي. سطح المكتب الافتراضي هو عبارة عن ميزة جديدة في الويندوز تن. بتسمح لك ان انت هتعمل انشاء لسطح مكتب افتراضي. اللي سطح المكتب الافتراضي ده بيبقى مستقل بالبرامج اللي مفتوحة عليه والفولدرات اللي مفتوحة عليه. مسال ان انت بتضغط على العلامة دي وبعد كده بتعمله نيو ديسكتوب. نيو ديسكتوب هيكون عندك بالشكل اللي هو مسلا ديسكتوب تلاتة ده عبارة عن فاضي. برنامج فاضي او سطح مكتب فاضي ما فيش اي حاجة تقدر تفتح الملفات تقدر تفتح اي حاجة من الحاجات اللي موجودة اي تطبيق اي برنامج. وهيكون مستقل بذاته عن مسلا ديسكتوب اتنين. ديسكتوب اتنين مش هتلاقي في ملفات مفتوحة لك في الوجهة زي ما انت شايف كده. لكن لو رحنا للديسكتوب تلاتة نقدر نكمل ونستمر في الميزة دي. ولكن انت عشان تنجي من سطح مكتب افتراضي لازم تروح في الخيار ده والعلامة دي وتعمله نيو ديسكتوب. وتختار وتبدأ تخش وتشوف. الاختصار اللي هيسهل لك الموضوع ده انك هتضغط على علامة الويندوز شعار الويندوز مع كنترول مع حرف الدي. هيبدأ هيعملك التموج ده كده انت انشأت ديسكتوب جديد وانشأت ديسكتوب جديد وتقدر تفتح له الملفات الجديدة. لو رحنا بنصراعرك كده لشكل الميزة اهو ديسكتوبات الي انت فتحها. طيب انا عايز التنقل بين الديسكتوب ده. عايز يعويح في الديسكتوب. ارجع للدسكتوب الخامس والدسكتوب الارابع. لو انا بتاع تصميم او انا بافتح ملفات كتيرة وفيه اكتر من سطح مكتب افتراضي. هضغط على شعار الويندوز مع الكنترول واروح يمين او شمال على حسب او بالشكل ده كده روحت السطح مكتب اللي قابله والسطح المكتب اللي بعده بالشكل انت شايفه ده هتسهل عليك كتير وهتوفى عليك وقت كتير الاختصار اللي بعد كده هو اختصار مفيد في عملية النسخ واللاصكة لو راحنا حبينا ننسخ اي حاجة وفيها بشكل جداول او فيها كلام مبعثة بالشكل انت شايفه ده مثلا لو اخدنا كلام ده كله نسخ وكوبي وبعدين راحنا كنترول فيه علشان نحطه في اي مستند لو حطناه بالشكل ده هيجيلك بالشكل المباثر اللي هو نفس الشكل ونفس النظام طب انا عايز اخد نفسي الكلام نفس البيانات بس بشكل نصي ومترتب مش عايز انا الكلام ده كله هشيل بس ده كله هترجع تاني هتاخد نفس الكلام انت عامله النسخ وهتروح قبل ما تعمل لصق هتروح تضغط على كنترول وشفت وحرف البيت هيبدأ يلسوكولك بالشكل المنظم انت شايفه ده ويبدأ عنه اي هوامش واي جداول واي لربطة والوان ممكن تشاتط القراءة اختصار مهم جدا وهيفيدك جدا لو انت بتعمل ابحاث الاختصار اللي بعد كده هو اختصار لاختفاء جميع النوافذ مرة واحدة بحيس ان انت رفتح اكتر من نافذة بالشكل ده وشغال عادي وفجأة جالك شخص مثلا جواقف وراك او مش حابب تشوف مشروع المشروع اللي انت شغال عليه او ايا كان فتح منافذ كتير مش هترجع تعمل تصغير لكل حاجة ففوقت ما تحتاج تخفي كل ده وتصغيره تصغير كامل كل انت هتعمل انك هتضغط على شعار الويندوز مع حرف D كل النوافذ هتختفي عندك بالشكل انت شايفه ده وكذلك عايز ترجعهم كلهم نفس الاختصار شعار الويندوز مع حرف D هرجعهم لكلهم الاختصار اللي بعد كده هو اختصار مفيد جدا فهمية الزوم ان والزوم اوت او التجبير والتصغير في عمليات النوافذ الموجودة عندك بحيث ان النافذة لما بتكبر فيه ناس بتعملها بالنوس وفيه ناس بتعملها باي شكل ان كان من هنا تكبر او تصغر اول اختصار عندنا هو بتضغط كنترول مع زائد او ناقص ملكيبورد هيبدأ يزود بالدرجات اللي انت شايفها دي طيب افت انت كنت عملت اي حاجة وفصل او حصل مرة واحدة زوم كامل وانت حابب ترجع للزوم او الشكل الرئيسي من غير ما ترجع يعني هنفترض انها كان 500% مش كل شوية هتفضل ترجع كل انت بتعمل انك بتضغط كنترول مع رقم صفر هيرجعلك 100% تاني الزوم وهترجع بالشكل الطبيعي ده الاختصار اللي بعد كده هو اختصار مفيد في عملية التنقل البرامج اللي موجودة في شريط المهام اللي انت شايفها دي لو حابب تفتح ملف او ايكونة من الايكونات الموجودة هنا او انت فتحها او هي يعني مفتوحة بالشكل ده وانت حابب تتنقل مسلا انا فتح الشكل ده وانا حابب اتنقل للجوجل كروم كل انا بعمله ان انا بفتح مسلا ده الجوجل كروم رقمه كام في التطبيقات الموجودة دي رقمه اتنين بضغط مع شعار الويندوز مع رقم اتنين بيفتح لي الشكل ده طب انا حابب افتح المتجر انا مش فتحه حابب افتحه من غير ما اضغط على المتجر نفسه المتجر رقمه 3 في الصف شعار الويندوز مع رقم 3 هيفتح لي المتجر عايز افتح الفايلات دي رقم 5 واقدر اتنقل بينهم وافتحه وبكده تقدر تفتح الشريط اللي تحت او الايكونات اللي تحت بسهولة كبيرة من خلال الاختصار ده الاختصار اللي بعد كده هو انك تقدر تخصص اختصار خاص بيك لاي حاجة موجودة او اي فولدر او اي برنامج موجود عندك في الكمبيوتر تنشئ له اختصار من خلال الكيبورد اول ما تضغط الاختصار ده يفتح البرنامج او الفولدر ده هروح وليكن عالدوكمنت او المستندات انا عايز اعمل اختصار للموضوع ده هروح كلك كيمين عالمستندات سند تو بعد كده ودي ديسكتوب شورتكات وهروح للمستندات ديسكتوب شورتكات كريك يمين وبعد كده البروبيريتيز وبعد كده الشورتكات كي هنا بتضغط على الكيبورد الاختصار اللي انت عايز اتشغل الكلام ده فانا وليكن هضغط له مثلا كنترول والت ورقم اربع خلص كده كنترول والت ورقم اربع هما اللي هيفتحوا الشورتكات الخاص بيد دوكمنت هعمله ابلاي وبعد كده اقول له اوكي ومجرد ما اضغط كنترول والت ورقم اربع فتح لي الدوكمنت اخر اختصار معنا واختصار رقم 10 هو اللوك سكرين او شاشة الكفل شاشة الكفل دي في الويندوز هي هي نفس الفكرة اللي بتمشي عليها شاشة الكفل في التلفونات زي التلفونات الايفون او الاندويد لما بتضغط ضغط على الزوار البار الجهاز عندك بيقفل اللوك سكرين وبيطلب منك الباسورد لو في باسورد نفس الفكرة موجودة هنا انت سبت اللابتوب بتاعك وعايز تمشي او عايز تعمل حاجه ومش عايز مثلا حد يشوف الموضوع او حد يلعب بالجهاز فبدلا ما بتغفل الكمبيوتر او بتعمل منه تسجيل خلوك انت بتعمله لوك بتوصل الموضوع ده ازاي بتوصل من هنا وبعد كده بتروح لي الاسم بتاعك الخاص بالجهاز وبعد كده بتقول له لوك بعد كده بتحول اللوك بالشكل ده وطبعا بتسحبها لو في باسورد بيطلب منك الباسورد او بتعمل سانين على طول ولكن في اختصار يسهل عليك الموضوع ده كله من غير مطروح للستارت ولا تعمل اي حاجه وهو انك هتضغط على شعار الويندوز مع حرف ال ال هيتحول معاك وهيظهر لك شاشة اللوك سكرين او شاشة الكفل بكل سهولة من غير ما تدخل بقى في الستارت هي علامة الويندوز مع حرف ال ال وهيبدأ يعمل لوك سكرين ودي كانت عشر نصايح لازم تتعود ان انت تستخدمهم هيفضوك جدا في شغلك وهيفضوك جدا في تسهيل امور كتيرة انت كنت بتاخد وقت وحاجات كتير ما كنتش طعف تعملها لكن بالاختصارات دي سهلت عليك الموضوع جدا في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة فعل زيد الجهاز عشان يوصل لك شروحات زي دي في المستقبل من نصايح واختصار وشرحات للويندوز 10 هتفيدك جدا في التعامل مع نظام التشغيل ويندوز 10 ما تنساش تشارك الفيديو ده مع اصحابك عشان يستفيده زي ما انت استفدت واتتابع موقع انتك موقع انتك بنزل عليه اخبار واشروحات ما بنزلهاش على القناة ده اللي كان عند النهاردة اشوفكو في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة